يلوح المحذرون من أهل الاقتصاد العراقي من موجات العجز التي تواجهها موازنة 2023 حيث المخاوف من عجز عن تطبيق بنود موازنة تلبي حاجة الشارع إلى مخاوف من عجز في بنية الموازنة التشغيلية وما خصص لمشروعاتها الاستثمارية إلى مخاوف من عجز قد يصنعه تراجع الدنار أمام الدولار فبعد أن سجل الدنار سعر 145 ألفا لكل مائة دولار رجح مراقبون أن تواجه الموازنة التي لم تقر بعد عائقا نظرا لأن الحكومة أعدتها وفق اعتماد سعر صرف 1300 دينار لكل مائة دولار وهو ما قد لا يجعلها قادرة على إيجاد حل للديون من جهة وتحقيق نفقاتها التشغيلية أو أن تحرم حصص تنفيذ المشاريع المتلكئة والقطاعات الخدمية والصناعية والصحية والزراعية من جهة أخرى أمام رقم النفقات التشغيلية الضخمة مقارنة بموازنة سابقة لذا فإن الحكومة وبحسب محللين أمام تحدي حقيقي في مسك العصى من المنتصف بما يتعلق بضبط أسعار الدينار خشية التأثير على موازنة ثلاثية لم تجمع القوى السياسية بالاتفاق على مضامينها حتى الآن في جانب أكثر أهمية يدعو السياسيون إلى ضرورة دراسة تذبذب أسعار الدينار ضمن الموازنة العامة لما قد يحدث تغييرات تتطلب مواكبة الحالة الاقتصادية وليس الدينار وحده ما قد يؤثر على موازنة تحتاجها البلاد فأسعار برميل النفط كذلك لها أهمية في حسابات الأرقام التي ربما قد تؤثر بحسب محللين على مجرى تنفيذ الحكومة التزاماتها وفق الموازنة الثلاثية اشتركوا في القناة